إن الحمد لله نحمده ولا استعينه ولا استغفره ونعود بالله تعالى من ضرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقبيله أدى الأمانة وذلغ الرسالة ونطح للأمة فتشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم نجده عنا خير ما جديت نبيا عن كنته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وسد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأكباعه وعلى كل من اعتدى بهديه واستنى بسنته وقت فأثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة القبلاب الأعزاء وفدكم وطاب مرشاكم وتبوأكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يزمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطقى لجنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله سماحة الإسلام وأرهاب الغرب هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك وكما تهوته حتى لا يمتحب دقاق الوقت سريعا من تحت أخدامنا فتوف ينطغم حديثي مع حضراتكم تحت هذا الرنوان في العناصر الثالية أولا صور مخزية للإرهاب الغرب ثانيا صور مشرقة للتسامس الإسلامي ثالثا لا تيأتوا من روح الله وأخيرا هذا هو طريق النجاة فأعيرون القلوب والأسماع والله أسأل أن يكر أعيننا بمصرة الإسلام وعس الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه أولا صور مخزية للإرهاب الغرب أحبتي بالله إن الصراع بين الحق والطاطل قديم من خدم الحياة على ظهر الحرب والأيام دول كما قال أخونا جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا شك أن الزولة الآن للغرب الذي كسب الزولة الأخيرة وهدم الأمة المسلمة عسكريا واقتصاديا وفكريا ونسريا وعلميا بعد أن تخلت الأمة عن أسباب المرض بالشرافها عن منهة ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم وذلك نصطاق في قول ربنا جل وعلا إن الله لا يغيرنا بقوم حتى يغذرنا بأخذهم راح الغرب المنتظر يدوم الأمة المحسومة سوء العذاف ويمارس في حمدها كل أشكال وألوان الأرهاب الفكري والنفسي والاقتصادي والعزكري ولكن شاء الله جل وعلا شاء الله جل وعلا في الوقت الذي يمارس فيه الإعدام الغربي لوناً قدراً من ألوان الأرهاب الفكري برقم الإسلام والمسلمين بالقصولية والترهاب والتطرق والوحشية والبردئية والجنوب والتخلف والرجعية إلى آخر هذه القهم المعلبة الجاهدة أقول شاء الله جل وعلا أن تتفق طواغة الكون وأن تتفق خيوط العنجكون الذي طالما وارى بها النظام الغربي عوراته الغليظة وذلك يوم أن قرر مراحب البيت الأبيض أن يضرب السودان وأفرام الساد والصواريخ والطابرات ويقفه الإرسال العالمي ليخرج علينا الإرهابي الفيت الأبيض لوجهه الشالح العبود ليتفق إلينا نبأ الغارات الجوية على السودان وأفرام الساد بنفس الطريقة التي سفق بها إلينا سلفه شورش بوش نبأ تبح العراق وبنفس الطريقة التي سفق بها سلفهما رومانتريكا ليتفق إلينا نبأ الغارات الجوية على جهية مترسل متكرر متكرر والضحايا يتطاقصون من الموحدين والمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يضرب السودان لذلكم الفلد الإسلامي الوزيع الآخر الذي لا تم له إلا أنه أعلم تطبيق الشريعة الإسلامية ورصد كل أشكال الهيمنة الغربية والأمريكية ولقد حاول الغرب بكل سبيل أن يمزق الأواقر الأطوية والعلاقات الوزية بين نصر والسودان يدخل الفلدان جوام تطراع جموي قاتل لصالح الغرب ولكن الله سلم وتعاملت نصر وسلم الله مع النكر السيطاني الغربي بغاية الحكمة والذكاة وأفضان الثالث ذلكم الفلد المسلم الشامر الذي مرغ أن تسذب الغرسي الوفي في الوحر والصين والصراب أسأل الله أن يؤلف بين قلوب قادته وأن يسعى الحركة الإسلامية السرعية الجديدة حركة طالبات خصة في حلوك المناجدين وأسأل الله أن يسعى لها بداية عهد تبيل لتصريف سرع الله ولإقامة دولة الإسلام لو كترى أفضان السهل المبارك الذي يغوي بدنات الشهداء والأطرار إن ربنا هو العزيز الغفاف يضرب السودان ويضرب أطرالستان لحجة محاربة الأرهاب في كل مجال في العالم وأنا لا فتطور كيس يفكرها أولا وكيس يتطورها أولا عكونا البشر على وجه الحر لتحارم رائدة الحضورة الغرفية في أمريكا الإرهاب في كل مكان في العالم وسعلها ليس من الإرهاب في شيء تجويع الشعوب الآلة وبرد الشعوب الوديعة ليس من الإرهاب في شيء قبل عسارات الآلاف من الأصوال في العراح ليس من الارهاب في شيء قطل الالات من اطوال القماس ليس من الارهاب في شيء قطل العتراك والمئات من اطوال نبيا ليس من الارهاب في شيء عبادة كاملة لهيوجينا ونجزاجي ليس من الارهاب في شيء عبادة شهد الهنود الحمر ليس من الارهاب في شيء المعاملة العنصرية اللونية الغريضة في امريكا. ليس من الارهاب في شيء. محاربة المكسيك في عام الفترانية وفعتاشر لمجرب امن المكسيك لم يقف ليحي العلم الامريكي. فحوربت المكسيك بمنتهى الشواكة. ليس من الارهاب في شيء. فقبل امريكي في غابة شريمة لا تغتفر. وقبل شعب امن مسألة فيها نظر. ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا الارهاب يمرس رعاية امريكية فليس من الارهاب في شيء. املا. وينبغي للعقلاء ان لا ينسموا هذا للارهاب ولا يمتبرع. اما من تكلم مسلم مجرد قلبة. او ان اخطأ مسلم خطأ حركيا هنا او هنالك. ركزت المجال والمكترة على هذا الخطأ ليوصم الاسلام كله. وليوصم المسلمون جميعا في الارهاب. والتطرق والغسولية والوحية والمبرية والجموز والرجعية والتخلص والتأخر. الى اخر هذه الدعم المعلبة الذي لم تعد كنطل الآن الا على الجسد والرعاة. امر عجب. اتذكر الآن ذلك هو النجهد الخبيب لجنجي بريطاني. يفضل مسلما من المسلمين. فيجافع المسلم عن نفسه. فيعض يدى الجنجي البريطاني. فيفضله. ويذهب الجنجي البريطاني الى اخيه ليشكو اليه تطرق المسلم. ويرعاب المسلم. فيقول له مصور انه عفو يدي وانا ربطله. ففور هذا الارهاب. عفو يدي. وانا اشبه. وانا اقتله. فاذا كان السؤال من المسلم هذا هو التطرق. وهذا هو الارهاب. فقتل امرئ في عوبة شريمة لا تقتفر. وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا كان طلب السوداء وقموا قانستان. بحشة محاربة الارهاب في كل مكان. فيجب على رائدة الحضارة الغرفية امريكا ان توقف ارهابها للعالم اجتداءة قبله. اين هي من الارهاب والفضر في اليهودين. الذي يمارس الان عن جهية والزعلان في فلسطين ومئنات. وهضبت الحضارة. اين رابرة الحضارة من هذا الارهاب والفضر. اين مجلس الامن? اين هيئة الامن? اين المنظمة العالمية لحقوق الانسان? اين من يتغنون بالجيمقراطية والفرية وينجلون بالفطرق وترهاب? اين النظام العالمي? اما له اثر? هلن تنعق به الابواق? اين السلام العالمي? لقد بدى كذب السلام وساغة الاحلاق? يا نجلس الخوف الذي في ظله كشر الامان وضيع الميشاك? اوما يحركك الذي يشيلنا? اوما يزيرك ترحن الجساك? وحفية يقف الخيال امامها متضامنا وتمجع الاسواك. هذه حقيقة الغر يا مسلمون. ينبغي على كل عاتل الان في ارض العرب والاسلام ان يعرف حقيقة الغرب. طالما محك اصواتنا لحقيقة الغرب ولكن الاخرة لا تريد ان تسمع عن الله. ولا تريد ان تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كفر ملة واحدة? قالوا لنا الغرب. قلب صناعة وسياحة ومظاهر صغرينة. لا لكنه غاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقدرة المبادئ لم يزم يرمي بسأل المقريات الدينة. الغرب مقدرة العجالة كلما رفعت يد الابدانها الدينة. الغرب يكفر بالسلام وانما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورطاطة على ما يحمل قومنا السيدونة. كفر واسلام فانا يستقي هذا بذلك ايها اللهون. انا لا ادوم الغرب. انا لا ادوم الغرب في صحيصه. ولكن ادوم المسلم المسلم المسدونة. انا لا ادوم الغرب في صحيصه. ولكن ادوم المسلم المسدونة. والوم امتنا. والوم امتنا التي رحلت على درء الخضوع ترافق الدينينا. وادوم فينا نخوة لم تنطف الا لتطربنا على ايدينا. يا مسلس الهد يا مسلس الخوف الى مساء تبقى لتجار الحروب رئينا. الى مساء تربح لتلبح حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا لعبت بك الجول الكبار فصرف في ميدانهن اللاعب الميمون يا مسلس غدا في جسم عالمنا مرضا غبيا يشبه الطاعون شكرا. شكرا لمسلس الان شكرا لقد ابردت وجه حضارة غربية لبس القناعة لينا. شكرا لقد نبحت قاتل قومنا وجعلت شكا الواهمين يقينا يا مسلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون يا مسلس الامن انتظر اسلامنا يا مسلس الامن انتظر اسلامنا سيحيث نسانا الهدى وينيئنا ان كنت في شك فتلسر عون عن غرق وتلعن خسره طارونه. اين مجلس الامن؟ من الارهاب اليهودي في فلسطين في جنوب الاثنان في عضبة الجودان في كل مكان يا دنياه يعرض جثي ستاة يطلب بالاعراف والقرانين والمواتيخ الدولية في عرف الحائد لا يحتلم عالم غربيا ولا عالم عربيا ولا عالم الاسرابية. من يعرض كيف يتاة? حتى المجادرة الامريكية الاخيرة للسلام لا كان الى يوذينا هذا يرفضها نتنياهو يختصيغ بها مع ظلنها البين تشعر في الصيغين. وفق له ان يعرض كيف شاء. عرض كما جئت يا هذا النتنياهو ما عاد في البيت من رب ستخشاهو. عرض كما جئت يا هذا النتنياهو. ما عاد في البيت من رب ستخشاهو. ما ضر لو تسرق الانفات من رئتي وتستبيح من في الليل احياهو. ما ضر لو توقف الاشعار انفرخت وتجيز البحر لو يحضي بنشواهو. لا تخشى من سيتنا. فالسيت قد طفئت انصاله فانزوا والخند واراهو. ما عاد كالامس مسعوا بطلعته فآثر الحند والسكا وسلواه. اما الجواب الذي قد كنت تحسبه. نجل السباق اذا المضمار نالاهو. فقد تخلى على الميتان منهزما. فعاد منسحبا والعجز اعياه. وضمة لا تخف منها. فقد هرمت. والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليظها لم يعد يروي لما ضمعه. وضرعها شف مزماتك خلاياه. وضرعها شف مزماتك خلاياه. فقد حرمت. والشيب في رأسها قد خط مجراه. وضرعها حليظها لم يعد يروي لما ضمعه. وضرعها شف مزماتك خلاياه. عقدت كما شئت يا هذا ياهو. فامتي تعشق الششد وتهواه. ان عم خصب بها. فالكل الفنة للششد يا طاحبي والكل افواه. يا امة عجزها قد صار رقائدها. وبعضها لن يعج الترضي الله يا امة في خريط العمر نائمة تدوق ماض لها في القبر مسواه. هانت. هانت. هانت على نفسها فقد عبدت وولدت. وتلمت كم جهاد النفط يرعاه. آساتها روضت في حسر ضائعة. فرصها دون غسل عرض اشياه. عرض كما شئت يا هذا النتا ياهو. فامتي تعشق الششد وتهواه. ان عم خصب بها. فالكل الفنة للشد يا صاحبي والكل افواه. يا قدس. يا قدس. يا قدس هذا جلال الليل فالصبر. يا قدس هذا جلال الليل فالصبر. الصبر الرحيم الضلاء ما اتراه. يا قدس لا تقلطي. يا قدس لا تقلطي. يا قدس لا تقلطي. الحق منتظر وطاحب حق ليس يرده الله. ما بام في عهد قد حضرناه. وباليمين كتاب ما ترسناه. حف له ان يعرف كيف شاء. العالم الغربي والعالم الاسلامي ساتن كمياه البحر الميت. العالم الغربي والعالم الاسلامي ساتن كتكون مياه البحر الميت. لا يجد من الجزء والاستجاة. وايضا رائدة الحضارة الغربية من الارهاب السربي. الذي لا تال يمارس الى اللحظة هذه. مورس الارهاب السربي على مسلم الوصلة. طيلة سنوات متوارية. ولا تال الى يومنا هذا يمارس الارهاب السربي على مسلمي كوسوفو. تطهير ارقي واسه النطار. وابادة شماعية بشعة. المسلمين في كوسوفو. على مرأة ومسلع من الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية والغرية. وعلى مرأة ومسلع من العالم العربي والاسلامي. كوسوفو تباد. كوسوفو تباد. والعالم كله خصة وخيانة ونفاق. كوسوفو. من دولة المشي عثمانا ابوها. والفاسح العلاق. كوسوفو. من حلب مكة بالتوحيد يعلو لواه الخصاق. تركوها وحولها من كلاب الصرب طوق من خلفه افواق. قدمتها السلطان للصرب قربانا. ومالصرب كلهم اشاقوا. فاتحفظنا للمرة الالف عنكم عالم الغاب ما له نفاق ومالله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. اين العالم الغربي من الارهاب الصرقي? من الارهاب اليهوذي? من ارهاب اصاطين الكتاب الخلقي على وده الارض? اين هم? لقد استخدم الاقصال ولأول مرة في التاريخ كله كدروع بشرية في حرب الاسنة مع الصرب الانشاء. على مرأة ومسمع من العالم الغربي. استخدم الاسطال واسطال فتلة كدروع بشرية. يفرق الاسطال بالالغام. ويفرق الاسطال الى اهاليه من الابناء الجايس البسلي. وعن طريق الرمض كنت قول التحكم عن ذلك. يفجر الالغام في الاسطال فيستخدم الاسطال كدروع بشرية. لأول مرة في التاريخ كله على مرأة ومسمع من العالم الغربي. لأول مرة استخدم الاسطال مسلمين كفتران فجارب من فتلة. لأول مرة استخدم الاسطال المسلمين كتجارة للرقيق واشعة في قرب اوروبا. مصد البسنة في ظل قيادة العالم الغربي للبشرية كلها. يوم ان تخلت امة القيادة على القيادة يوم ان انحركت عن منهج الله ورسوله. انطلق الصغل يحقيقه عمليا على غرض الواقع ملحمتهم الشعرية القطرة التي تسمى باكليل الجبل والتي تكون جلمتها سلت المسلمون طريق الشيطان. دلتوا الارض ملاؤها لجفة. فلنعد للارض خصوبتها. والنتحرها من تلك الاوساع. والنقصق على القرآن. والنقطع رخص كل من يؤمن بدين الكلاب ويستبر محمدة. كليفت غير ملسوف عليه. من كعقيدة السر. التي يحولونها على ارض الواقع الى راقع عملي. ومنهج على ارض الواقع. لعالم يقود فيه البشرية كلها. الرجل الغربي الخائم. الارهابي المتطرر. في الوقت الذي يمارس فيه اعلامه لغنا قدرة من الواقع الارهاب. بوصف الاسلام والمسلمين جميعا بالتطرف والاصولية والارهاب. وفي مقابل هذه الصورة المخزية للارهاب الغربي. تطلب النفوس والقلوب وتمنيت ان لو اسمعت جعماء العالم الغربي جميعا. بهذه الصور. المشركة للتسامح الاسلامي. وهذا هو عنصر للثاني. صور مشركة للتسامح الاسلامي. ايها الاحبة الكرام. لكل اسف شوها الصورة الاسلام الوضيئة. لكل اسف نبخة صورة الاسلام الزاكية. فالاسلام الان متهم عند هؤلاء المجرمين. بالتطرف والقصولية والبرهاب. والاسلام دين الامر. اغفأوا رسكم لتعانق الرؤوس كواكب الجوداء. لان الاسلام دين الامر. ودين الاستقرار. ودين البخاء. بل وانا واعلنها بمي الاسم واعلى صوصي. ان اليهود والنصارى. ما ذاكوا نعمة الامن والامان والاستقرار الا في ظلاد الاسلام وشريعة محمد بن عبدالله. التاريخ بيننا. بل ولن اتجهد حينئذ باقوال ائمتنا المسلمين. وانما ساستشهد لمن انكر هذه الحقيقة في كذب السماء. ساستشهد على ذلك باسوار كتاب الغرب انفسهم من الممسطين الذين سجلوا للتاريخ. وسيضل التاريخ يتألف في هذه الصفحة صفحة التسامح الاسلامي كشراقا وعظمتا وجمالا. سجلوا للتاريخ كيف كانت سماحة الاسلام? وكيف كانت حضارة الاسلام? ايها الاحبة. ان الاسلام العظيم لا يميز بين الناس الا بالتقوى والعمل الصالح. فالناس جميعا على وجه الارض السواء لا تقاض لدينهم الا بالتقوى والعمل الصالح. وجاء هذا الاعلان القرآني العظيم. يا ايها الناس. انا خلقناكم من ذكر وقلتا وتهناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انا اكرمكم عند الله اتباكم. انا الله عليم خبير. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والبيهبي من حديث شادر ابن عبد الله انه صمد الله عليه وسلم لما خضبهم في حجة الوداع ارضي اواصف ايام التشريخ خاص. ايها الناس. الا ان ربكم واحد. الا ان اباكم واحد. الا لفضل عربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي. ولا لأحمر على اسود. ولا لأسود على احمر. الا بالتقوى والعمل الصالح. وقرأ النبي قول الله تعالى. ان اكرمكم عند الله اتباكم. هذه حضارة الاسلام. وهذا ستامى في الاسلام. لا فقوى لمن ارتكى على من افتضى. ولا لمن حكد على من حكم. ولا لمن اقتنى على من افتقى. ساوى الاسلام بينك المال الفارسي. وصعيق الرومي. ومعاد الحنصاري. وبلال الحدشي. وحمزة القرشي. وانشكها سلمان بغاية القصر. ابي الاسلام لا ابلي سواه. لتفتخروا بطيس او تميه. والسؤال الان. هل ضلت مبادئ الاسلام السامية? حديثة الادراج كما ضلت مواسيط الامم المتحدة? حديثة الادراج لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به? ثم هل حدثت المدينة المنورة تلك المدينة التي اعلنت لأول مرة المبادئ الاسلام السامقة? هل حدثت تلك المدينة هذه الاسس السامية? وهذه القوانين? وهذه الاخبار? كما حدثت فرنسا بعد ثورة الفرنسية مبادئ الثورة البرية والديمقراطية? حتى عن جولها ومستعمرتها التي ترسخ تحته فيها? ثم هل نصبت حضورة الاسلام لهذه المبادئ الاسلامية تمثالا? كتمثال الحرية المشهود في قبل ميزان وشنطن في قبل ميورت. تلك التمثال ذلكم التمثال الكادث الذي يبحث اهلهم من الامريكان الحرية واهنها خارج حدود امريكا تحته. هل حدث الاسلام تلك المبادئ الثانية? الجواب تقرأ التاريخ. فهذا رائض الحضارة وامام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبتت الصحيحين من حديث عائشة ان امرأة من بني مخزوم من الاشراص صرقت. واهتمت فريق تماما بهذا العمر وقالوا من يجفع لها عند رسول الله. وانطلق حفو النبي غسامة ابن زين ليجفع للنقسومية عند المشتفى. وارتقى النبي المنبر وقد غضب غضبا شديدا وهو يقول لغسامة اكثر في حد من صدود الله يا غسامة? وارتقى المنبر وقال بعدما حمض الله واثنى عليه ايها النال انما اهنك من كان قبلكم انهم كانوا اذا طرق فيهم الشريف تركوه. واذا طرق فيهم الضحيف اقاموا عليه الحد. واين الله لو ان طاطمة بنت محمد صرقت لقطعت يدها. دلت حضرة الاسلام. وهذا هو طاروق الامة رضوان الله عليه. لما نزل من المدينة ليتكلم مفاتيح بيت المفتد. اعطى لأهل اليا من النصارى الامانة لأفتهم واموالهم وكنائسهم. وامر ان لا تهتم كنائسهم. اعطاهم الامان للنفس والمال وللجنائس. عمر الخطال رضي الله عنه. وهذا عمر المعطي العزيز. لما فتح الاسلام مدينة سمرقند. وارسل اهل سمرقند لامير المؤمنين عمر رسالة يقولون فيها بان الفتحة الاسلامية للمدينة فتح باطل. لان الجيش لم يطرد. لم يدعونا للاسلام. ولم يطرد علينا الجفية ان انتمعنا. ولم يأذن لنا اولا يخبرنا بالمنافدة. فلما عرض عمر عبد العزيز الامر على قاضي المسلمين فقر القاضي لغطمان الفتح الاسلامي لتمرقند. فما كان من عمر رضي الله عنه الا ان اصبر الاوامر لفائد جيوشه في بلاد تمرقند بالانتحاب طورة وخرج اهل سمرقند عن بكرة ابيهم بين يدي الجيش الفادح الممتطر على نقضه اتباهة ليؤمنوا جميعا الاولة الخالدة نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله. ولما فتح المسلمون اه الشام واستولوا على حمص وعلى دمشق وقربوا الشزية على اهل حمص وعلى اهل دمشق. سمع القادة المسلمون بقيادة ابي عبيدس بن الجراح ان هرطل قد جمع جيش جرارة لينقض على الجيش الاسلامي انكباب ساحقة. فما كان من قادة المسلمين الا ان يذهبوا الى اهل دمشق واهل حمص. ليخبروهم بانهم لم يستطيعوا ان يدفعوا عنهم في مقابل الجزية. فردوا الجزية كلها الى اهل حمص والى اهل دمشق. فخرجوا جميعا لانهم كانوا يديون دينا النصارى الى الروم. خرجوا جميعا يقولون نجهد ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله لعدلكم ايها المسلمون فحقوا الينا من جور الروم وظلمهم وان كنا على مثل ديهم. واقول انكم جميعا تعلمون قصة اليهودي الذي طرق درع عليه. يهودي يخف الى جوار امير المؤمنين عليه. امام قاضي مسلم. فيقول القاضي عليه ما هو امير المؤمنين. ما الخضية? فيقول عليه الدر درعي. ولم ادع ولم اعب. فيلتكت القاضي الى اليهودي ويقول ما الخضية فاقول الدر درعي. وهو معي. فيقول القاضي هل معك من بيينة يا امير المؤمنين? فيقول لا. فيقضي القاضي بالدرع لليهودي. البينة على من الضعى واليمين على من انكر. وينطلق اليهودي بالدرع وهو يكلم نفسه. اقف الى جوار امير المؤمنين في ساحة القضاء. ويقضي القاضي المسلم بالدرعي وان اعلم يقيما ان الدرع لعليه. والله انها لاخلاق انبياء. فيرجع اليهودي الى القاضي ليقول له ايها القاضي اما الدرع فهو لعليه. واما انا فاني اشهد ان لا اله الا الله. وان محمد الرسول الله فلما سمعها علي رضوان الله عليه قال اما وقد اسلمت فالدرع هدية مني له. واضن انكم جميعا تحفظون قصة شاك نصر. ذلكم الشاك القبطي الذي سابق محمد ابن عمر بن العرب. الذي كان حاتما لنصر واليا عليها. فسبق القبطي ابن حاتم نصر. فضربه محمد ابن عمر بالصوت ضربا شديدا وهو يقول له خذها وانا ابن الاكرمين. خذها وانا ابن الاكرمين. فانطلق هذا القبطي الى الاسد القابع في عليمه في مدينة المصطفى ذلكم الرجل الذي يحب العجل ويكره الظلم بكل كيانه. انه عمر. ويدخل القبطي على عمر في مسجد النبي يا امير المؤمنين هذا مقام العائد بك. فيقول عمر ما القضية ومن عني. فيقول انا قبطي من اهل نصر. ركب من نصر الى على ظهر دابة يقطع الفياب والقفار. فيقول عمر ما القضية. فيقول القضية سابقت محمد ابن عمر فكبطته وضربني بالصوت ضربا شديدا وهو يقول لي خذها وانبت الاكرمين. فقال له عمر اجلس هنا وامر الصحابة ان يكرموا هذا القضية. وكسب عمر كتابا الى والي مفق وتدبر كلام عمر اسألك بالله. بعدما حمد الله وازمى عليه قال من عبد الله عمر ابن الخطاب الى والي مصر. سلام الله عليك وبعد فان انتهيت من قراءة كتابي هذا فاركب الي مع ولدك محمد. فان انتهيت من قراءة الرسالة اركب الي مع ولدك محمد. فدخل عمر بلعاب وبخلفه ولده محمد على امير المؤمنين عمر. فقال فاروق الامة. اين قبضي نصر? قال ها انا لا يا امير المؤمنين. قال خذ الصوت. واضرب محمد ابن عمر. فضربه على رأسه. فقال له اجلها على صلعة عمره. فقال لا يا امير المؤمنين لقد ضربت من ضربني. قال والله لو فعلت ذلك ما حل ما بينك بين ذلك. فما تشرأ عليك ولده الا لطبان ابيه. ثم قال عمر قولته الخالدة التي ترن في اذان الزمان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قال عمر يا عمر متى افتعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. وهذا صرح الدين يوم ان حطم الصليب الدين في موقع التحصين. وسمع ان رتشر في قبل الاسد ذلكم القائد المراوض الخبيب فاتمره. فما كان من صلاح الدين الا ان يرسل اليه لصبيبه الخاص وبدوائل من عنده. ومحمد الفاجح ذلكم السلطان الشاق المبارس لما فتح المشتنطينية تحقيقا للنبوعة النبوية. واعطى الامان لآل كنيسة اي صفيا الشهيرة. اعطاهم الامن والامان على انفسهم واموالهم وكنيستهم ولم يصفهم باي باي ادد او باي سوء. انها سماحة الاسلام. تلك اخلاق وعادة دينة. سمنيت ورب الكعبة ان لو اسمعت العالم كله بزعمائه ان الاسلام دين لا يخر الارهاب ابدا مهما كان لونه ومهما كان جنسه ومهما كان وطنه بل هو دين الام والامان بل هو دين السماحة والرخاء والاستقرار ولكن بكل اسف شوعت الصورة المشرقة للاسلام ومجزت المشاهر المكفرة على بعض الاخطاء الفردية من المسلمين هنا وهنالك حتى وصم الاسلام كله والمسلمون جميعا بالاصولية وامتطرف والفرهاب اخوتي الكرام ومع ذلك اقول لكم في عنصر الثالث لا تيأتوا من روح الله هل تظنون ان الكون كله ملك لعباد البقر من الامريكا ان الكون كله ملك لله يتطرف فيه كيف شاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء في يدك الخير انك على كل جيدا قدير فوالله الذي لا اله غيره فتسقط الحشرات الامريكية كما فقطت الحشرات المركزية الشيوهية تلك سنة ربانية لا تتفدل ولا تتغير فكما ان الله سبحانه قد جعل الابتلاع بالمؤمنين سنة جارية فانه قد اخذ الظالمين سنة جارية وكررها وتذفروها اقول كما ان الله سبحانه قد جعل الحفظ لا اهل المؤمنين سنة جارية فهو سبحانه قد جعل ايضا اخذ الظالمين سنة جارية اين الظالمون واين التابعون له في الغجل بل اين فرعون وهامان اين من دوقوا الدنيا بصفوطهم وزكرهم في الورى ظلم وطبيان هل افضل موجد عز لعزته او هل نجى منه للسلطان انسان لا والذين خلق الاسوان من عدم الكل يسنى فلا امس ولا جان اين فرعون اين هامان اين قارون اين الطوافين اين الجبابرة اهلكهم الله الحي الذي لا يبوت وبقي الاسلام شامخا وسيقع الى ان يرس الله الارض ومن عليها فارجو ان لا تعطي برياح القنوط واليأس بقلوبنا وارجو ان نتعلم اليقين من هذا الفدوي القصير الذي يعيش في ارض الجزيرة في بلاد القصير يوم ان خرجت الصائرات لأول مرة فذهب احدهم ليقول له ادعو الله ادعو الله فان بريطانيا ستضرب بلاد المسلمين بالطائرات قال شو يا اخي الصائرات هذه قال والله الطائرات هذه اجسام ضخمة تطير في السماء وتخذف الناس بالقنابل المحرقة فتحرق المزارع وتجنبر المصامع والبيوت وتهلق البشر فقال لهذا الرجل المؤمن البسيط قولة عجيبة قال يا اخي الصائرات بفضرة لنا ولا ربنا اللي اعلمينها قال من الله اعلى واجل قابل ما تخاف الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف شاء هذا هو اليقين الذي نحتاجه الان بكل اثر فضع الامة الخطط الخنسية والسنوية والشهية وما وضعت ابدا ضمن خطط واحدة قوة وعظمة ربط البريدة الله مالك الملك لقد اصاب الله امريكا في الايام الماضية اعطاء يسمونه قتل ما يقرم من الثلاثمائة وشرد ما يزيد على مليون ونصف امريكي وامريكية اعطاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا بكرى للفكر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الغاليون انما يؤخرهم اليوم تشحط فيه الابصار مغطعين مطنع يروسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوة رفض تطرة الكون معنى رفض تطرة الانسانية وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله ويا لها والله من معية لو عرقت الامة قبرها قال جلسي علاه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون واخيرا طريق النجاح لأضع بين يدي حضراتكم منهجا عملية في صورة عامة للامة وفي صورة خاصة للأفراد الذين يحضرون بين يدي الان وممن يستمعون الي بعد ذلك عقر شريف الكفت فانا لا اخاطب هذه الالوث بين يدي فحس وانما اخاطب مدالين الامة في كل دقاع الارض. واسأل الله ان يوصل هذه الكلمة وان يجعلها خادصة لوجه وان لا يجعل فيها للشيطان ولا للنس حقا ولا مطيدة انه ولي ذلك والقادر عليه. اخوة الكرام اين طريق النجاح نتعرق على معالمه الضوئية بعد جلسة الاشتراحة واقول قولي هذا واكثر الله العظيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان كيدنا محمدا عمله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وعلى آله واصحابه واحبابه واتباعه. وعلى كل من اهتدى بهديه واستمى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها لحبة الكرام ما هو طريق النجاح? المعلم الاول على طريق النجاح للامة من هذا المأزق الحرج هو العودة الصادقة الى القرآن والسنة واحياء عقيدة الولاد والقرام. فان الكفر ملة واحدة. والسؤال الذي يمتقي ان نطرحه الان وان نسأم تكراره هو لماذا لن تحارف امريكا التطرف اليهودية والتطرف الطربي والجواب لان الكفر ملة واحدة. تلك حقيقة القرآنية النبوية. ولم ترضى عنك اليهود ولا النطارة حتى تتبع ملتهم. والتكفير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارة حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصحوا حتى يأتي الله بامره. ان الله على كل شيء قدير. والتكفير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارة حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنطارة اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال جل وعلا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقامة من دونكم لا يأيونكم خبالة. ودتوا ما عنفتم. قد بدت البغضاء من افواههم. وما تخفي صدورهم اكبر. قال جل وعلا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. فلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الكفر ملة واحدة. وانا اسأل واقول متى سنربي انفسنا ولساءنا وبناتنا واولادنا على عقيدة الولاء والفراث في شمودها وقفائها. ان لم نترب على هذه العقيدة في هذه الايام. متى? 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 متى ستتلو حالة الغضبت التي يحياها المسلمون ان لم رأي ربهم. متى ستتلو هذه الحالة اللمسة للان بعد هذه العلامات الناصعة في البجينة الوضعة على جرهاب وكفر وحفظ هذه الارضمة. والعودة الصادقة للقرآن والسمية ليست نازلة ولا تطوعة ولا اختيارة بل انه شرق الاسلام وحق الايمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما فضيت يسلموك فينا. قالت بحالة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. اذا قضى الله ورسوله عمرا ان يكون لهم الخير من امرهم. ومن يعطي الله ورسوله ففضل ضدانا مجينة. قالت بحالة يا ان يعلمين امنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله. واتقوا الله ان الله سميع عليم. افحكم الجاهلية يكون? ومن احسن من الله حكما لقوم يؤتنون? يا صاحب السجن اعباب متفرقون خير ام الله الواحد القرآن? العودة الى القرآن والسنة ليست نازلة ولا اختيار بل انها شرق الاسلام وحد الايمان. المعنى على طريق النجاة. ان تضخم الامة من قوة عدوها في الوقت الذي تقبل فيه من شأن طاقتها وقدراتها وانكيانيتها. الامة ليست الضعيفة. وليست الثقيرة. لا من الناحية المادية ولا من الناحية الفكرية ولا من الناحية العلمية. بل ان عقول الامة في بلاك الشرق والغرب هي التي تبدع هنالك يوم ان ارتضت الابواب وغلقت في وجوهها في بلاك المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله. فالامة قوية وغنية وليست ضعيفة وليست فكيرة وليست مريبة وليست عاجدة لكننا اصدنا بطائفة من المرشكين ممن يضخرون قوة اعدائنا ويقللون دوما من شأننا وقدراتنا وفاقاتنا وقواتنا حتى اصبت الامة باخطر هزيمة الا وهي الهزيمة النفسية والمهزوم نفسيا مشلول الجكر والحرشة. فلنتخلص من هذه الهزيمة. ثالثا. ادين لله بها. رفع راية الفهاب في سبيل الله. الله لو تبناها تعيم عربي واحد. بعد صلحه هو مع الله. وطبيقه في بلده لسوع الله. وقال يا خير الله الكبير حي على الفهاب. والله الذي لا اله غيره لن طفض الشرق الملحد والغرب الكافر. وهم يحرصون كل الحر على ان تغيب رضية الجهاد عن الساحة لانهم يعلمون ان راية الجهاد لو رفعت. لنفرفت راية الاتلام على دقاء الارض كما رفعت من قبل على ايدي سلسنا الطالح لبوان الله عليه وسلم جميع. وفي الحديث الصحيح الذي راه عقب وغيره من حديث الغمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم للعينة وربيتم بالسرة وتبعتم اذناك الزقر وتردتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم زل لا ينزعه عنكم حتى ترشعوا الى دينكم. المعلم الرابع. وهذا لك انت ايها المسلم. بعد ان تحول ما سمعت في حياتك الى واقع عملي ومنهج حياته. معظم يستطيع كل مسلم الان ان يقع له. وما يستهين به. انا وهو المقاطعة الشاملة للمنتجات اليهودية والامريكية. هل نعجز عن ذلك؟ لكن المسلمة ان كل مسلم يقول وما قوة دوري انا. وهل لو قطعت انا المنتجة اليهودية والامريكية سيتأثر الاصطاب هناك. سينتعز الاصطاب المحلي. دعك من هذا. وهذا تفرق في هذا. وهذا يضيع هذا الامر. وفضيع المسئولية بين الامة كلها لهذه السلبية القاتلة التي تخيم الان في سمائنا. يا اخي انت مسئول. بل يحترق قلبك لهذا الامة. افعل شيء ان تستطيع وان تقع له. دعك من هذه السلبية القاتلة. افعل ما ينسل ان تقع له. وماه لن يسألك الا في حدود قدراتك وطقاتك وان كنياتك. انت تكر ان تقع ذلك فالسلو ستفعل في ذلك. ولا تفتهين بهذا البند الرابع. والله لو خاف عن مسلمون. الفضائع اليهودية والامريكية والله. لا اختلت الحركة والموازين تماما الاختبار. قمر الى حجم الوالدات. اليهودية والامريكية الى بلاد المسلمين. لا قمر الى مصر طعب. من الى الامة. لست ما نقدرها. لو قط المسلمون على قد رجل واحد فان انا اقول لو بصق لو تهل بصق. لو بصق المسلمون في آل واحد لابرقوا اليهود والباق. لو بصقوا فقط لابرقوهم بالقفاق. لكنه الجل والانهزاج. لا تفتهينوا بان يقاطع كل مسلم منتجا يهوديا او منتجا امريكي. والنقف على خمد رجل واحد والنرب لتائف والله جل وعلا لن يسألني الا في حسوط قطراتي وطاقاتي وامكانيات وقل اعمله فشار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. واحيرا ايوانا احباه لا تنسوا سهاما لي. لست ضرويشا والله. بل انا اعي ما اخوز. واعلم يقينا ان التوكل الحقيقي هو الاخذ بالاسباب تعلق القلوب بمثبب الاسباب جل وعلا. تبذل ما اصطفعت وما تملكت وما تمكنت من اسباب لكن لا تنسى سهاما لي. لا تنسى الدعاء. وانا فاسأدكم بالله سؤالا. عشرات الالات بين يدي الان من المسلمين. ساسأدكم الان سؤالا واحدا. وابتحلفكم بالله. هل كلنا يخص الامة بدعوة في كل سجدة في صلاة؟ هل هذا الجمع بين يدي الان يخص الامة بدعوة في كل سجدة؟ هل تنسى فك؟ لا. لكنك نشيث امتك. ونشيث اسلامك. وانا اتحذى ان قلة قليلة فحد من الامة لمن يحملون هم الامة في قلوبهم هم الذين يتبللون وتبرعون الى الله في كل سجدة ان يغفع الله الجل والامة عن امة الحبيب المصطفى. فلا تستهم بالدعاء. ولا شيء اثبدا من روح الله. والله الذي لا اله غيره ان ربنا قاد يقول للشيء كن فيكون لو رأى الله منا الضعف. واننا لم نعتنى للشيء ان لا نقدمه. لو رأى الله منا اننا بدلنا كل ما في ودعنا. والله لرأينا امرا اخر لكنه لا زال يستطيع كل مسلم كل مسلم ان يقفل المزيد والمزيد. لكنه التكاثر. لكنها السلبية. التي اترب الله ان يرطعها عن امتنا. واخيرا ايها احبة. وذكر بقول الله جل وعلا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حقرة. ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وذكر بقول الصادق المطلوق الذي لا ينفق عن الهوى. كما في الصحيحة مسلم من حديث ناسي ابن عزبة انه صلى الله عليه وسلم قال تلقر تلقر كلام النبي الصادق تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم تغزون بلاد فارس. فيفتحها الله. ثم تغزون الروم فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. والجولة القادمة في ربط حديث النبوي. هي غزو الروح. ذلك وعد لا يكجب. والله جل وعلا يهيئ الكون كله الان لهذه المرحلة. بل ووالله انها لقريبة وعلى الاطوار يهيئ الله الارض الانة. للمهدي عليه السلام. الذي سيقود الامة كلها تحت ضباد الخلافة الراجدة. لتغزو الامة الروح. ولتفتح الامة الخصطانطينية بالتكبير. الله الكبير جل وعلا. بصداقة لقول البشير النذير الذي لا ينفق عن الهوى. صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصفيح الذي راه مسلم من حديث توبان. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى زوالي الارض. فرأيت مشارقها ومغاربها. وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا بنصر في الاسلام وعز الموحدين. اللهم ننصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم ننصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم ننصر لدينك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم عليك بكل من نعطب المسلمين والاسلام العداء يا رحيم يا رحمن. ربنا اننا مغلوبون تنتصر. ربنا اننا مغلوبون تنتصر. ربنا اننا مغلوبون تنتصر. اللهم انا نشكر اليك خيالة الخالدين. اللهم انا نشكر اليك خيالة الخالدين. وبعض الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا. واجفر جسرنا. واجفر جنبنا. واجفر عيسنا. وفك اسرنا. وفك اسرنا. واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم تود خلاصنا. اللهم تود خلاصنا. اللهم تبكر لامة نبيك المصطفى. اللهم تبكر لامة نبيك المصطفى. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. 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 اللهم اننا نسألك ان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع المصر الخلاء والوباء والبلاء. وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع المصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجميع بلاد المسلمين سرحمتك يا ارحم الراحلين. اللهم لا تبع لأحد منا في هذا الجمع المبارك جنبا الا غفرته. ولا مريضا بيننا الا شفيته. ولا دينا الا فضيته. ولا دينا لنا الا رحلته. ولا عاصيا الا ابيته. ولا طائعا الا زدته وتبكته. ولا حاجة هي لك رضا ولا ناسيها فلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرثوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شفيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتفضل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيح فمن الله. وما كان من خطأ او شهو او زلل او نسيان. فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه ضراء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. ولا انسى ان اذكر لاخواني في هذا الجمع الكريم المبارك ان لا ينطرف احد الا وقد تاهم بما يستطيع لهذا المركز الاسلامي العامل. اسأل الله ان يستدل ويرضف اخواننا القادمين عليه لما يحبه ويرضاه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة